طب نعمل ايه بقى عشان نتراجع ونترك الكلام ده انا عندي ثلاث اجراءات سريعة على ذلك نقولهم الاجراء الاولاني لما تحس ان انت عايز تحلف بالطلاق ايه اللي حاصل؟ اسكت وفكر في ان الله سبحانه وتعالى يكره هذا الحلف وفكر ان الطلاق ده ربنا مجعلهوش لهذه المسألة فايه اللي حاصل؟ خد نفس اتعامل مع الحلفان بالطلاق تعاملك مع الغضب روح توضى اعمل اي حاجة بس ما تستخدمش الحلفان بالطلاق غير وضعيتك غير طريقتك فكر مليون مرة قبل ما تتكلم بالكلمة دي لانها من سخط الله يبقى اول حاجة اسكت اسمت الحاجة التانية في الاجراءات حاول لما يكون عندك حلفان بالطلاق وحاسس ان انت نفسك خلاص بتغلب عليك عشان تحلف بالطلاق اعمل ايه؟ اطلم اللي انت بتتكلم معاه او اللي انت بتتعامل معاه ان هو يأذلك ان انت تعود وتتكلمه تعود وتتكلمه يعني ايه؟ نتكلم بطريقة تانية وما تحاولش تثبت كلامك بالحلفان بالطلاق خليك واسق خلي الحلفان بالطلاق ينقص اه هنا فيه مفهوم جديد لازم يتغير هنا في الدماغ خلي عدم الحلفان بالطلاق دليل على انك انت قد تضبط نفسك وهو ده اللي يكون داخل في مفهوم الرجولة رجال صدقوا ما عهدوا الله علي خليك ثابت وما تحلفش بالطلاق واعرف ان الشخص اللي بيستفزك عشان تحلف بالطلاق اعرف ان استفزازه ده ينقص من ضبطك لنفسك ومن رجلتك يبقى خلاص ما تحلفش بالطلاق يبقى تانية حاجة اعرف ان من الرجولة عدم الحلفان بالطلاق وانا بقول له حضركم ده وعنفضل نقول الكلام ده وعنفضل نأكد في الناس ان ربنا جعل الطلاق عند الرجال لان هم يقدروا يمنعوا نفسهم ان هم يستخدموا هذا الامر اما وان انسان بيسرف في ده اه ده علامة خطر وعالمة عدم اتزان نفسي يبقى قول لنفسك كده دايما ان استخدامك للطلاق ده يدل على عدم الاتزان وقد يكون ان استخدامك للفظ الطلاق بيدل على انك انت محتاج دعم يخليك تبطل العصبية لان المشكلة في استخدام الحلفان بالطلاق ان بعض الناس بيبرروه ان هو في ايده ايه زي ما جاي في التقرير كده هيعمل ايه قلة حيلة قلة حيلة يبقى انت مشكلتك ان انت لازم يبقى عندك مهارات جديدة انا شايف عشان نقدر نتخلص من الحلفان بالطلاق ان احنا نزود مهارتنا في الحوار في الكلام مع الناس ولازم قبل ما نختم الكلام ده ونختم الكلام عن الحلفان بالطلاق لازم نقول ان قلوب أولادكم وقلوب بيوتكم وراحت بيوتكم وحفظ بيوتكم اكتر بكتير اهم عندكم بكتير من كلمة انت بتقولها عشان تثبت ان انت قادر توفي باللي انت عايزه او انت قادر تكون راجل وتكون قد كلمتك مش مهم ان انت تكون قد كلمتك قد مهم ان انت تكون قد ان انت تحسن كلمتك الحسن والكلمة الحلوة اهم بكتير من انك انت تثبت ان انت قد كلمتك انا دايما بقول للناس مش مهم ان انت تكون قد كلمتك قد ان كلمتك تكون قد محبتك لما هولاك خلي كلمتك تعبر عن قربك من الله وخلي دايما مكتوب على قلبك وقوله للناس حسنة والكلام بالطلاق ليس من حسن الكلام يا رب اجعلنا من اهل التوفيق واهل السداد وامدنا بمددك لكي نكون من اهل ضبط ألسنتنا حتى لا تسوقنا إلى غضبك وإلى سخطك ووفقنا اللهم إلى حسن الكلام الذي يسوقنا إلى رضاك اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا